اشتركوا في القناة في هوات التراث الشعبية ليصلت لنا الضوء على بعض المساحات المضيئة من ماضي دولة الكويت سأعرض معكم نوادر الوثائق الكويتية باختصار طبعا هذه العتسانية طبعا هذه العتسانية كان يسجل فيها عمليات الشراء والبيع بين المواطنين طبعا بين الكويتين وهذه العتسانية ترجع إلى عام 1875 تقريبا ميلادية في عهد الشيخ عبدالله الثاني عبدالله بن صباح وطبعا سميت بالعتسانية نسبة إلى القاضي العتساني طبعا نبتدى تعتقد في أواخر 1700 ميلادي أو أواخر 1800 نسبة إلى القاضي العتساني اللي عائلة العتساني توارثه الغضاء لفترة من الزمن طبعا هذا عتسانية الثانية وهنا عندنا طبعا دفتر غوص وهو طبعا دفتر لأحد النواخذة والدفتر تاريخه يرجع إلى 1939 تقريبا أو 1940 طبعا نتكلم عن يوميات النواخذة الشعوب تقاس بمدى حفاظها على موروثها الشعبي والاعتزاز به فأهل الكويت حريصين كل الحرص على جمع هذه الوثائق النادرة والاحتفاظ بها من منطلقي أن الوثائق هي الذاكرة الحية والسمى الحضارية لأي شعب من الشعوب تذكرة نادرة اللي هي دخول مباراة سنة 55 على ملعب المعارف بين منتخب الاتحاد ومنتخب البارجة البريطانية 1955 طبعا قبل الله أعتقد يصير منتخب الكويت يعني حتى بذاك الوقت هنا طبعا هذي هم وثيقة نادرة اللي تحت يسمها بروة خلاوي اللي يخلي فيها النواخذة ذمة البحارة يقول أنه أنا استلمت منه طبعا المطلوب عليه طبعا هنا عندنا رخصة ركوب دراجة نارية طبعا هالرخصة هذي في سنة ال54 مع عالم الكويت الغديم طبعا رخصة حق أحد من المواطنين تاريخها تغريبا في ال54 مجموعة من الوثائق الكويتية التقطتها عدسات كاميراتنا تتعلق بجوازات السفر ومجموعة من الترخيص التجارية ووثائق البيع وفوتير الكهرباء والماء وبعض الصور التذكارية وغيرها هذه إجازة أو رخصة ترجع إلى الثلاثينيات إلى بداية الثلاثينيات وهي البحارة الكويتين اللي يدخلون بمبي في أثناء الحرب العالمية الثانية طبعا هالتصريح دخلوه خلال الحرب العالمية الثانية عشان يدخلون البحارة الكويتين بمبي ويطلعون من بمبي بريحية فاتورة مستشفى الأمريكي في الكويت طبعا المستشفى الأمريكي يعني يفتحوه بالكويت في بداية 1912 أو 1913 وأعتقد انتهى العمل في أواخر الستينيات سكره يعني في أواخر الستينيات هذه فاتورة طبعا المستشفى الأمريكي في الكويت يسمونه مستشفى الإرسالية الأمريكية طبعا هنا عندنا هذا أول جواز أول جواز يسمونه طبعا وطبعا يسمونه طبعا بالعربي علم وخبر بالكويتي جمع هذه الوسائق التاريخية القديمة تعتبر خطوة جوهرية للاحتفاظ بكل ما يتعلق بذاكرة الوطن التي تحكي جانبا هاما من تاريخ دولة الكويت لم أبو ألاوي تلفزيون دولة الكويت